ثمن وزير الخارجات التركية هاكان فيدان الدورين المصرية والقطرية في الوساطة ومساعيهما من أجل غزة وطالب فيدان بضرورة وصول المساعدات الإنسانية لكافة الأراضي في غزة دون ممانعة أو انقطاع مشيرا إلى أن الأعمال الإسرائيلية لن تمر دون عقاب إن الذي نواجهه اليوم هو بسبب الفرار من العدالة وهذا يؤدي إلى المزيد من الهجوم وهذه المرة الاستجابة يجب أن تكون مختلفة هؤلاء المسؤولين يجب أن يتحملوا المسؤولية أمام المحاكمة الدولية أنا قد قمت في الشهر الماضي بزيارة معبر رفح لمتابعات ما يحدث ولقد شاهدت على أرض الواقع كيفية التنظيم الجيد من قبل المصريين وأشكرهم مرة أخرى على هذا الجهد المبذول وأنا أقدر كذلك دور قطر ومصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار